أذن مشاهدين بعد الحوارات والاجتماعات التي عقدها الإطار التنسيقي تمقضت عنها إعطاء الحرية الكاملة لمرشح اتلاف إدارة الدولة لرئاسة الوزراء المكلفة محمد الشيع السوداني باختيار كابينته الوزارية في خطوة متسابقة مع الزمن وقبل انتهاء المدة الدستورية المقررة التي هي 30 يوم باختيار الكابينة الوزارية جاء السوداني بكابينته قبل انتهاء هذه المدة حرصا منه على استئناف مهمه وقد بدأ مشواره الحكومي وفق ما جاء ببرنامجه الذي يخدم مصالح المواطن والدولة إلى الجانب الآخر مشاهدين ملفات حصادنا لهذه الليلة وعلى مدار الأسبوع وفي مختلف الأيام تعاني العاصمة بغداد من زخم مروري شكل عبءا تقيلا على الموظفين والكسبة وغيرهم في الوصول إلى مقاصدهم ما يطرهم عادة إلى استباق مواعيدهم بساعة أو ساعتين أخيانا وفي الغالب حتى هذه الخطة الاحتياطية والحلول الآنية لا تنفع أيضا وفي هذا السياق فأن المشاريع التي تفكك ربما هذه المعضلة المؤرقة للعراقيين تبدأ في استحداث طرق سريعة قادرة على ربط مشارق العاصمة بغربها وجنوبها بالشمال والعكس صحيح إبر الدوار الحلقية لتجاوز دخول الشاحنات والعربات للشوارع الداخلية وتسببها باختناقات مرورية بضلا عن فوائد استفادة أخرى إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم بعد هذا الفاصل نبدأ مشاهدين من استقرار العملية السياسية في الخطوات الأخيرة لتشكيل الحكومة وفتح الأبواب أمام اختيار الكابينة الوزارية بكل سهولة فبعد جولات الحوار يستعد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء المكلف لتقديم كابينته الوزارية خلال الأيام المقبلة وهناك بعض المصادر التي تشير أنه لا يتجاوز الأسبوع المقبل كأقصى حد فنتابع تقرير الزميلة نوها الشماري ثلاثون يوما المهلة الدستورية المقررة لاختيار الكابينة الوزارية لحكومة محمد الشياع السوداني لكن تسابق للإسراع بإنهاء أزمات البلاد جعلت رئيس الوزراء المكلف أن يباشر باختيار شخص الكابينة الوزارية قبل موعدها فبعد طي صفحة الترشيح والاختيار لرئاسة الجمهورية والوزراء تصل العملية السياسية إلى آخر محطات تشكيل الحكومة بعد المفاوضات والحوارات وإعطاء الحرية الكاملة لمحمد السوداني باختيار كابينته الوزارية من قبل الكتلة الأكبر المتمثلة بالإطار الشيعي مصادر تؤكد أن الحكومة الجديدة لم يطرح فيها أي وزير من الحكومات السابقة وهذا ما يشير إلى التغيير الكبير في الحكومة المقبلة العازمة على إصلاح المنظومة السياسية فالسبت موعد اختيار الكابينة الوزارية التي تواترت عنها الأنباء بطرح جزء منها في جلسة يوم غد أو الاثنين مع الحفاظ على التوقيتات الدستورية المحددة دون التجاوز عليها مدركا ضرورة الإسراع بالخلاص من أزمات حكومة تصرف الأعمال فوسط الأجواء الإيجابية والمؤاتية لمكلف ائتلاف إدارة الدولة يبدأ بتأليف فريقه الوزاري وفقا للأولويات التي عرضها ضمن منهاجه الحكومي اذ تعهد السوداني من خلاله بإعادة هيبة الدولة في الوقت الذي تشير مصادر أن الكابينة الوزارية تضم شخصيات كفوأة ونزيها حيث وصلت مرحل متقدمة في إعدادها حتى وإن لم تقدم بأكملها في جلسة يوم غد نهى الشمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوياتا بضيوفنا الكرام في الستوديو الباحث بالشنة السياسية سيد عماد المسافر أهلا بكم سيد عماد وكذلك ترحب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني انضمن مباشرة من الدهوكا سيد ديار عقراوي أهلا بكم سيد ديار أبدأ معك سيد عماد إلى أي درجة تبدو الطريقة سالك لتمرير كابينة السودانية الوزارية شكرا جزيلا سيد البشار تحية لك والمشاهدي ومتابعي قناتكم وضيفك الكريم ربما الأجواء فيها شيء كبير من التفاؤل بحكومة السيد السوداني وكابينته الوزارية المرتقبة خصوصا بعد إعلان الإطار التنسيقي يوم أمس في بيان له أنه قد أطلق اليد للسيد السوداني في اختيار ما يراه مناسبا من الشخصيات لتبوء هذه المناصف في هذه الكابينة الوزارية اليوم السيد السوداني ليس مرشح الإطار التنسيقي بالمرشح إطلاف إدارة الدولة هذا الإطلاف الذي يضم العديد من القوى السياسية داخل هذه العملية السياسية وكل القوى السياسية لديها رغبة كبيرة أن تمضي حكومة السيد السوداني تحت قبة البرلمان ومن ثم تقديم شيء ملموس على أرض الواقع خصوصا وأن السيد السوداني ابن المرحلة وقد تدرج بالعمل الوظيفي في هذه الدولة وفي مؤسساتها ومشخص جيدا لكل الإخفاقات للحكومات السابقة السيد السوداني حدد ملفات مهمة أربع ملفات مهمة حددها السيد السوداني هي ملف الصحة والكهرباء والخدمات وقضية هذا يمكن الإطار حدد هذا أو ملامح هذا البرنامج قبل اختيار السيد السوداني أو يمكن هو مختار منذ البداية هذا اختيار السيد السوداني لهذه الملفات لكن الأهم وأبرز المستجدات هو قرار الإطار بمنح الحرية لرئيس الوزراء المكلف باختيار كابينة الوزارية هذا القرار من الإطار إلى أي درجة فند الأنباء عن وجود خلافات ما بين قوى الإطار وخلافات حول بعض الحقائل يعني حقيقة الإطار التنسيقي منذ نهاية الانتخابات إلى هذه المرحلة كان حريصاً أن يمضي بالعملية السياسية إلى الأمام وأن لا يرافق هذه العملية السياسية المتلكة خصوصاً وإحنا مرينا بأيام عصيبة حقيقة لو نسترجع شوي الذاكرة إلى الوراء ممكن كان أشد المتفائلين ما يتفائل بأن تشكل حكومة حقيقة لكن الإطار التنسيقي حريص على أن يقدم كابينة وزارية خدمية ممكن أن تقدم شيء على أرض الواقع الخلافات داخل الإطار التنسيقي هذا الكلام لم يكن وليد اللحظة سمعنا هذا الكلام منذ نهاية الانتخابات وأن الإطار التنسيقي متفكك وأن الإطار التنسيقي سينهار كل هذه الكلمات سمعناها لكن الإطار التنسيقي بدأ متماسكاً وبدأ متماسكاً بأعظامه وببرنامجه السياسي المطروح اليوم ما نسمعه أنه وجود هناك خلافات على بعض المناصب أبداً هناك تنافس داخل الكتل السياسية على تقديم المرشح الأكفئ إلى هذا المنصب لأنه الكتل السياسية تضع في اعتباراتها أنه المنصب زائل والرصيد الجماهيري هو الثابت وإعطاء الحرية للسوداني هل يدل أنه عدم وجود خلافات أو حتى إن كان هناك خلافة سوف يتولى السوداني حل هذه الخلافات باختيارة شخصية للشخصية الأكفئة أو التي تأتي حسب المواصفات أو المعايير الصارمة التي وضعها الإطار يعني المعايير التي وضعها خلنا نتكلم عن المعايير التي وضعها السيد السوداني السيد السوداني يعني لم يأتي بنزهة إلى هذه المهمة المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة ليست مستحيلة بتضافر كل الجهود طبعاً سواء كانت داخل الإطار التنسيقي وحتى داخل اعتلاف إدارة الدولة السيد السوداني وضع معايير على المرشحين للكابينات الوزارية ومن ثم هناك لجنة لتدقيق هذه الأسماء والخروج بنتيجة محددة مسألة أنه الإطار التنسيقي يعني وضع هذه البيان أو هذا حتى يرفع الحرج عن السيد السوداني أبداً الإطار التنسيقي في بيانه الأخير بإطلاق السيد السوداني باختيار كابينته الوزارية ممكن وضع الحرج على بعض الكتل السياسية التي خلينا نتكلم خارج الإطار التي ممكن أن تفرض أسماء محددة على شخص السيد السوداني بالنتيجة الإطار التنسيقي حريص على المضيبية التشكيل هذه الحكومة كذلك السيد السوداني وحتى ما نلمسه من بقية الكتل السياسية تتأمل أن تكون هناك نجاح لهذه الحكومة طيب أيضاً نعود إلى سيد ديار أقراوي أهلاً بك سيد ديار مرة أخرى وأود أن أسألك سيد ديار بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني إلى أين وصلت حواراتكم لطرح المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وحواراتكم مع السوداني أو مع بقية الأطراف السياسية مساء الخير تحية لك ولضيشك الكريم ولمتابعي قناتكم الكارم حقيقة موضوع المفاوضات والحوارات هذه المسألة واضحة ومبينة المسألة توزيع الوزارات تكون على النقاط وحسب حجمك الانتخابي داخل حجم النواب وعدد النواب داخل مجلس النواب نحن كاتحاد الوطني الكردستاني طبعاً أخذنا منصب رئاسة الجمهورية ولو لم يكن مرشحنا الرسمي ولكن بالأخير هو دكتور عبدالعطيف رشيد محسوب على الاتحاد الوطني وهو أضوار له مكانته الخاصة وهذه مسألة لا فيها أي شك يبقى طبعاً بدون شك سيأخذ نقاطاً كثيرة ولكن حسب الحكومات التي سبقت وشاركنا فيها رئيس الجمهورية كان عند الاتحاد الوطني وأخذ نقاط كثيرة وما تبقى من نقاطنا سوف على الأكثر سنأخذ وزارة إن لم يكن وزارتين فهذه الأسماء سوف نقدمه لأسيد الشيعة السوداني وحسب الاتفاق بيننا كاعتلاف إدارة الدولة أن نعطي مساحة كبيرة لأسيد السوداني ما مدى اتساع هذه المساحة سيد ديار إلى أي درجة ستكون المساحة واسعة التي ستمنحونها للسوداني باختيار المرشحين بكل تأكيد مدام السيد الشيعة السوداني وهذا رئيس الوزراء الأول من هذا الجانب يقول أنا أتحمل مسؤولية جميع الوزراء أن رؤساء الوزراء سابقا كانوا يقولون الأحزاب السياسية والمكوناتهم الذين يتحملون المسؤولية لأنهم من قدموا الأسماء لكن هذه المرة السيد الشيعة السوداني قال أنا أتحمل المسؤولية فعندما يقول أنا أتحمل المسؤولية لابد أن نعطي له مساحة لاختيار شخصيات كفوءة وذات خبرة وذات نزاها نحن كأتحاد الوطني القدساني ومنذ زيارة السيد السوداني إلى السيد بافل طارباني رئيس الاتحاد الوطني القدساني عاهدنا وقلنا لسيادته نحن كأتحاد الوطني القدساني بكل تأكيد سوف نكون الدعم الرئيسي لإنجاح أن تمضي الحكومة ونكون سنداً ودعماً قوياً لنجاح هذه الحكومة أيضاً نرحب برئيس مركز الغد الزاهر للدراسات الدكتور علي محيدين نضامنا مباشرةً بصوت والصورة بغداد أهلاً بكم دكتور علي وأود أن أسألك عن وفقاً للمعطيات المتوفرة حالياً لإستماعات لها وفقاً لها متى تتوقع تشكيل الحكومة والتصويت عليها في الفرلمان أولاً تحية لك ضيوفك الكرام والمشاهدين قناة الأيام أعتقد أن الظروف الموضوعية قد تحتاج إلى ضغعة أيام من أخرى لتشكيل الوزارة ولكن المقدمة الأساسية الحجم الأكبر من تشكيل وزاري سوف يعلن غداً إن كان هذا لا يحتاج إلى توقيتات أكثر من ذلك ولكن بعض الوزارات التي تحتاج إلى كفاءات معينة قد يكون هناك تأثير لها في استيزارها وهو يتحمل السيد السوداني مسؤولية هذه الوزارات لحين اختيار الوزراء المسؤولين عنها وهذا ما أعتقد أنه سوف يكون غداً يوماً مفصلياً في تشكيل الوزارة وإن تعجلت بعض الوزارات فهذا يسمح لها بتحمل المسؤولية وتحمل قيادة القوات المسلحة التي يمكن أن تعطيها حوافز كبيرة ومقدمات مؤثرة على الوضع الأمني في العراق قادماً طيب دكتور علي يمكن السوداني هو أكثر رئيس وزراء حظي بهذه المساحة وهذه الحرية باختيار أعضاء كابينتا لكن هذه الحرية إلى أي درجة سوف تمنح الحكومة القوة لأداء مهامها؟ المساحة التي أعطيت إلى السيد السوداني هي تمنحه هذه القوة في اختيار وزرائه المفضلين القادرين على القيام بالأدوار الاستراتيجية في تغيير وحل المشاكل المستعصية التي واجهت الوزارات التي يتحملون مسؤوليتها وهو متابع جيد وقادر على متابعة الوزارات مع هذه الكفاءات التي تتمكن من الإدارة وتقديم البرامج والمنهاج الذي يحل هذه المشاكل هذا يحتاج إلى تواصل المستمر أسبوعي ودوري وشهري حتى تطرح المشاكل وتقرأ جيدا وتوضع الحلول لحلها لا يمكن أن يحسم الأمر إلا خلال ثلاثة أشهر يكون هناك مئة يوم في عمر الوزارة قادر على استيعاب كل المشاكل وقراءتها قراءة جيدة ووضع الحلول المناسبة لها وأعتقد يجب أن يمنح السيد السوداني فرصة تسعين يوما إلى مئة يوم لتقديم هذه الدراسات وتحويلها من صورة ورؤى إلى فعل على الصعيد التطبيقي في هذه المؤسسات الوزارية وكذلك في كل مؤسسات الدولة حتى تنهى جناهجا جديدا في المعاملة مع المجتمع العراقي ومع المشاكل سيد عماد السوداني مو فقط وضع برنامج وعند نقاط لتنفيذها في هذا البرنامج ووضع يمكن أربع أولويات في مقدمتها أيضا وضع لبرنامج توقيتات توقيتات لتنفيذها مفردات هذا البرنامج ماذا الالتزام بهذه التوقيتات إلى أي درجة سوف يعطي إدامة لقوة هذه الحكومة وقدرة على تنفيذ هذه النقاط إذا كان بها محددات زمنية وجدول زمن يعني بمسألة التوقيتات التي سترافق حكومة السيد السوداني في آخر لقاء جمعنا بسيد السوداني تم طرح هذه الأسئلة وتحديدا هذا السؤال على السيد السوداني إذا كان الكتل السياسية متفقة على عمر هذه الحكومة من ثم المضي بانتخابات مبكرة ما مدى فعالية البرنامج الذي سيطبقه السيد السوداني حتى نلتمس شيئا على أرض الواقع أجاب أنه السيد السوداني أن هذه الملفات الأربعة التي تم تحديدها هي من شأنها أنه يلتمس من خلالها المواطن خدمة حقيقية بمسألة لأنه البرنامج ممكن البرنامج الحكومي يعني خلنا نقول مرسوم على سنتين أو أكثر من سنتين لكن عندما يحدد السيد السوداني بفترة زمنية لعمر هذه الحكومة أكيد سيكون هناك تركيز على ملفات معينة من أجل النجاح بهذه الملفات والملفات هي مثل ما ذكرنا قبل قليل هي الملفات التي تلامس حياة المواطن بصورة مباشرة الكهرباء الخدمات الصحة وحتى الملف المالي والأمني ممكن بهذه الجانب إذن ما دام هناك أولويات السيد السوداني من الممكن جدا أن يكون هناك نتاج على أرض الواقع حتى إذا كان فترة عمر الحكومة فترة قصيرة طيب سيد ديار وضعتم معايير لاختيار مرشحيكم لتولي وزارات معينة شون هي أبرز المعايير اللي راح تركزون عليها باختيار المرشحين اللي راح تقدموهم للسوداني حتى يختار أحدهم المعايير مو إحنا نخلي المعايير السيد السوداني هو الذي قدمها لنا الكفاءة الصبراء النزاهة وهذه أساسيات ما قدمه السيد السوداني لكل القوى والأطراف المشاركة في إدارة الدولة فنحن مجرد أن نقدم هذه الأشخاص الذي يتوافى فيهم الشروط الذي قدمه السيد الشياء السوداني بكل تأكيد نحن لدينا كفاءات ولدينا كوادر وشخصيات بكل تأكيد إن شاء الله لا تكون هناك مع السيد السوداني أي مشكلة في اختيار شخصيات نحن لدينا شخصيات وإن شاء الله سنتمكن من اختيار ما يريده السيد السوداني طيب الاتحاد معروف أنه لديه الكثير من الشخصيات والكفاءات لتولي مختلف الوزارات لكن راح تلتزمون كاتحاد بهذه المعايير التي ذكرتها أنه حددها السيد السوداني لو فعلا هناك حقيقة لهذه الأنباء التي تحدثت عن خلافات حول أسماء المرشحين لا أعتقد نحن كاتحاد الوطني الكولستاني حسب تقديراتنا من وزارة إلى وزارتين لكن بكل تأكيد سابقا كانت لدينا هذه التجربة ولم يكن صحيح لدينا كوادر ودنيا القيادات والشخصيات يمكن أن يكون لكل واحد منهم طموح فيما يحفر علي على هذه الوزارات ولكن بالتأكيد نحن كاتحاد الوطني الكولستاني إن شاء الله لن يكون هناك أيها مشاكل مع السوداني وسنكون دعما وسندا قويا لإجاه حكومتي في المستقبل إن شاء الله عود لك دكتور علي يبدو أنه إدارة الدولة تقدم دعم كبير للسوداني هذا يؤثر بشكل إيجابي على قوة الحكومة لكن هناك أطراف سياسية أخرى كالتيار الصدري بعض الأطراف الأخرى الغير مشاركة حاليا لديها اعتراضات ما تعتقد راح الشكل أو تحاول الشكل عوائق أمام سير أو إنجاح هذه الحكومة وإن نجحت الحكومة رغم كل الخلافات والاعتراضات راح يبقى داعي إلى إعادة انتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة إذا كانت هناك نجاح بعمل هذه الحكومة ولو بنسبة معينة شوف الواقع الاستراتيجي الدولي سوف يفرض هدوءا ملزما داخل العراق نتيجة التحولات جيوسياسية في العالم وهذا سوف ينعكس على الواقع العراقي وهو من عكس وبدل موازين القوى والتأثيرات في الداخل العراقي ولهذا في القادم من الأيام سوف لن نشهد أحداثا مزعجة أو أحداثا تعكر الجو السياسي وإنما كل الأحوال سوف تلجأ إلى الهدوء والسكينة والسماح لهذه الوزارة بإداء مهماتها على أكمل وجه هذا هو الواقع السياسي الدولي الذي يفرض بعدا إقليميا وبعدا داخليا على العراق ولهذا كل التوقعات من أن تكون هناك أحداث تعكر مسير الحكومة لا أعتقد أنها قادرة على الظهور أو التأثير بالمسار الحكومي القادم وهو يحتاج إلى التهدئة ويحتاج إلى العمل وهذا ما ستوفره الأيام القادمة ولا أعتقد أن هناك قوى ترغب في وضع العثرات والعصي أمام عملية مهمة وفاعلة لتقديم الخدمات إلى العراقين هذه هي الرؤية السياسية المستقبلية التي يمكن أن تعصل في العراق وأن أي ظواهر سلبية قد تظهر ولكنها تختفي خلال الأيام التي تظهر فيها ولا تستمر كثيرا في عرقلة مسار الحكومة القادمة طيب دكتور علي فتحنا سيد عماد فتحنا مثلا محور النقاش عن متغيرات ومعطيات جيوسياسية موجودة خاليا كان هناك تصريح للسوداني مؤخرا يتحدث عن يجب أن تكون هناك علاقات دولية ودوليا أمميا وممتحدة يبدو أن هناك دعم لهذه الحكومة وهذا الحل للأزمة السياسية التي كانت مؤخرا كان تصريح للسوداني عن ضرورة تعاون مع المحيط الإقليمي والدولي خصوصا مع روسيا وأيضا هناك تساؤلات أنه السوداني راح يعيد العمل بالاتفاقية الصينية ينتوجه للصين لهذا الموضوع قد تعترض علي أمريكا وقد يواجه السوداني ما واجهه سابقا عادل عبد المهدي حقيقة أستاذ بشار يعني جناب الدكتور طرح موضوع جدا مهم هو موضوع الإقليمي أو الموضوع الدولي يعني العراق ليس بمنأة عن هذا التأثير سواء كان تأثير إقليمي أو دولي الأجواء العامة الدولية وحتى الإقليمية تريد وتطمح أن يكون العراق جوه هادئ لا يمكن تعمه الفوضى خصوصا وأنهم في الوقت الحالي ما زالت مشاهد الحرب الروسية الأوكرانية تلوح بالأفق وما زال هذا الصراع مستمر الوضع الإقليمي والدولي يطمح أن تكون هناك مصادر للطاقة أمينة بعيدة عن كل الخلافات بعيدة عن كل القضايا الأمنية التي تتسبب بقطع هذه مصادر الطاقة إذن هذا الدعم الإقليمي والدولي ينعكس إيجابا على دعم حكومة السيد السوداني وشاهدنا هذا من خلال البيانات التي تتالت من بعثة الأمم المتحدة من بقية البعثات الدبلوماسية لحكومة السيد السوداني موضوع تفعيل الاتفاقية الصينية أو الانفتاح على هو الدعم موجود دوليا وداخليا دعم كبير دوليا حاليا يبدو أنه دعم كبير لكن قضية الاتفاقية الصينية طالما يعني شعب العراقي الكثير من الأطراف السياسية رغبت بالتوجه للاتفاقية الصينية والصين حتى تم الأعمال والبناء التحتية والخدمات وهذه حكومة خدمات كما أكد السوداني بالتأكيد راح يتوجه للصين كل دول العالم تتوجه للصين لأن خدمتها نوعا ما أسعارها مناسبة إذا توجه للصين وإعادة أحيال الاتفاقية الصينية أمريكا ما راح يكون اعتراض عدها؟ يعني إحنا لو نريد نجيب لهذا الموضوع والناقشة من كل أبعاده نشوف هذه الدول يعني بغض النظر عن العراق نشوف دول عديدة عندما تكون لها مصلحة معينة ويكون الخصم لديه ما يهتم به أكثر منه يلجأ إلى أن ينفذ ما يريده مع هذه الدول اليوم العراق حقيقة محتاج أن يكون هناك شراكة حقيقية للصين داخل العراق من موضوع بناء واتفاقية صينية وغيرها من المشاريع التي تم توقعها في حكومة السيد عادل عبد المهدي الولايات المتحدة لا ترغب أن تثير مواطن الإشكالات في أكثر من مكان تكفيها الحرب الروسية الأوكرانية وتكفيها عدة مشاكل بالمنطقة ما أعتقد أن الولايات المتحدة ستمارس نفس الدور الذي مارسته في حكومة السيد عادل عبد المهدي بحكومة السوداني إذا شرع السيد السوداني وفتح الأبواب وفعل هذه الاتفاقية الصينية طبعاً إحنا ما نقول أنه راح تكون بمعزل عن الولايات المتحدة أكيد الولايات المتحدة لها دور أساسي بالمنطقة لكن الأولويات تختلف هنا العراق لا يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي إلا فيما ندر في الموضوع الكهرباء كانت الولايات المتحدة هي المستحوذة عليه منذ عام 2003 إلى الآن بشركة جنرال ألي كترك ممكن جداً ممكن جداً أنه العراقي يستعيد هذه الشركات يستعيد العقد مع شركة سيمينزي للألمانية ممكن أن يرفع الفيتو الأمريكي من أجل إنجاح حكومة السيد السوداني حكومة السيد السوداني أعتقد أنها ستكون أبوابها مفتوحة إقليمياً ودولياً لكن أكو محاور حالياً وهناك صراع ما بين هذه المحاور أحتدى مؤخراً أعود لك إلى هذه المحاور سيد داعماد لكن أعود لك أيضاً سيد ديار دعم دول يتحدثنا عنه وأيضاً دعم داخلي من الاتحاد من إقليم كردستان من مختلف الأطراف الأخرى اللي شكلت تحالف دارة الدولة هذا الدعم رح يبقى مستمر لحكومة المركز من قبل الاتحاد مثلاً أو من قبل إقليم سيد ديار طالما كانت هناك خلافات ما بين الإقليم وحكومة أو حكومة الإقليم وحكومة المركز أكو شيء يصر ما بين الإقليم أو الاتحاد والديمقراطي بالاتفاق مع بقية القوى الأخرى أو مع السوداني لعدم تجدد هذه الخلافات أو حل الخلافات القديمة والإشكالات العالقة نعم أثناء الاتفاق بين الكتل السياسية داخل إدارة الدولة أتلاف إدارة الدولة طبعاً السيد السوداني كان حاضراً في هذه النقاشات وهذه الحوارات طبعاً إحدى الملفات التي أقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان وطرفين الأساسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء الحوارات والنقاشات وصلوا إلى أن السيد السوداني تعهد بحل هذا الملف وهذه الملفات التي سبق وأن تعهد بها الحقوبات السابقة كمسألة تشريع قانون النفط والغاز مسألة المادة 140 ومسائل عدة هذه المسائل سبق أم لم تحل وهذه الحكومات لم تفي بعوداتها التي وعدت حكومة أقليم كردستان هذه المرة السيد السوداني كان أكثر طريح صراحة وتعهد بحل هذا الملف وحل هذه النقاط مثلاً مثل ما قلت في البداية تشريع قانون النفط والغاز ومسألة مادة 140 وتشكيل مجلس الاتحادي وكذلك مسألة الموازنة ومسألة هناك أمور أخرى تعهد السيد السوداني بحل هذه الملفات طبعاً هذا الملف ليس ملفاً يعني صعباً لأن الدستور صدر المواد وهناك مواد دستورية يعني بمجرد السيد السوداني ولدي ورقة قوية وهي المواد الدستورية عندما يلجأ إلى تطبيق هذه المواد بالتأكيد فإن المسائل سوف تحل والطرف الآخر كأقليم كولستان والأحزاب في داخل أقليم كولستان بدون شك سوف يدعمون السيد السوداني يعني نحن مقدماً قدمنا له وسوف نمضي في حكومتي في البرلمان وسنشاوط له ولكن يبقى الطرف الثاني بتنفيذ هذه الوعود أما هذه الوعود إذا لم تنفذ من قبل السيد السوداني بكل تأكيد سوف يعود المسألة إلى المربع الأول وسنعارض ما تبقى من حكومتي ومن مدتي نعم طيب بالنسبة للوزارات والحوارات ما بينكم كاتحاد مع الديمقراطية الكردستاني صار حوار أو اتفاق حول الوزارات اللي راح تكون من حصة الأكراد أيهما للديمقراطية أيهما للاتحاد لهذا الموضوع أيضاً متروك للسوداني أي الوزارات اللي راح تكون للاتحاد أو الديمقراطية حقيقة إذا أقول اتفاق لحد الآن لم أسمع شيء رسمي أنه هناك اتفاق لكن الأطراف الأساسية داخل اتلاف إدارة الدولة من من الكورت الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هذا من الحزبين الذين سيشاركون في الحكومة بكل تأكيد قلة الليقات هو المعيار أو هو الآلية التي سيعطي لكل مكون حسب النقاط وحسب حجمه داخل البرلمان نحن كاتحاد الوطني الفلسطني نقاطنا السرير نقاط ستذهب إلى منصف رئاسة الجمهورية أمام ما تبقى فأعتقد وزارة وزارتين وهذا سنقدم الأسماء إلى السيد السوداني وهو من سيختار من سيكون وزيرا أو الحقيبة التي سنأخذها ولكن الإشارات أو المعطيات تشير سبقا كان وزارة العدل عند الاتحاد الوطني الكردستاني والوزارة السيادية عند الحزب الديمقراطي الكردستاني في دورات عدة كانت هناك وزارة الخارجية أعتقد هذه المرة أيضا ستكون وزارة الخارجية من استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني إضافة إلى وزارتين يمكن أن تكون الإعمار أو وزارة الزراعة ووزارة العدل هذه وجهة نظر ولكن ليس شيء رسمي يمكن وزارة العدل تكون لإستحقاق الاقتحاد إذا لم يكن هناك وزارتين طيب دكتور علي الإطار حول إمكانية تدوير الوزارات ما بين الأطراف السياسية تعتقد أنه قضية تدوير الوزارات مع الاتزام بحجم الكتل السياسية التي تمتلك صلاحية أو حق بامتلاك حجم الوزارة أو عدد الوزارات سيكون أيضا يعطي قوى للحكومة باختيار أو مساحة الاستوداني باختيار شخصية مناسبة لتولي الوزارة التي يرى أن هذه الشخصية متناغمة معها أو من اختصاصها تكنقراطيا هذا الواقع الذي منحته القوى السياسية للسيد السوداني هو يتيح له حرية الاختيار للكفاءة المناسبة لهذه الوزارة أو تلك وهذا أمر يدعم فعله السياسي ويدعم فعله الاقتصاد وهذه الحرية تعطيه الإمكانية الضرورية لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب والذي يستطيع أن يؤدي دورا كبيرا من خلال فهمه لقضايا الوزارة التي يعمل بها وكيفية وأساليب حل مشكلاتها هذا الأمر جدا ضروري وهو يعطي الحرية والمساحة الكبيرة للسيد السوداني للنجاح في تشكيل وزارات كفوءة قادرة على القيام بالأعمال المكلة إليها ونحن نحتاج في هذا الوقت إلى تثوير موضوع الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين لأنها المنقذ الوحيد من أزمات العراق الاقتصادية ويكون النفط مقابل الإعمار الشامل ورفع الاقتصاد والنهوض بالاقتصاد العراقي هذا أمر ضروري عليه أن يعمل على إنجازه وعلى تحقيقه لأنه يحل جميع المشاكل التي يعانون من جانب آخر دكتور علي هذا الموضوع ما راح يثير بعض الأطراف الدولية الأخرى المؤثرة وهناك اليوم صراع محاور يقدر السوداني وحكومة السودان إذا كانت حصل على هذا الدعم وهذه القوة أنه مثلا يقترب من الصين نوعا ما لتمرر اتفاقية في برنامج الخدمي الذي هو مصر علي في ذات الوقت أن يكون بعيد عن حرب أو سياسة المحاور الواقع الاستراتيجي السياسي الدولي يفرض واقعا جديدا في هذه المنطقة ولهذا لن تقوم الولايات المتحدة ولا بريطانيا بالاعتراض على هذا الموقف بل قد تساعد من خلال مشاركتها في النهوض بهذا الأمر وتنفيذه المتغيرات الجيوسياسية الدولية والإقليمية قد تغيرت وانقلبت وظهرت قوى جديدة في الساعة العالمية ولهذا سوف لن تعمل الولايات المتحدة على الاعتراض في هذا الموضوع ولا بريطانيا بالرغم من ما يعانيه العراق من أزمات فإنه يفتح مجالا كبيرا في الساحة العراقية لتخليص العراق من جميع أزماته وإنهاء مشاكله الاقتصادية ومشاكل البطالة ولهذا سوف لن تقف البلايات المتحدة أو ندعوها للمشاركة مع الصين للمساهمة في أعمار العراق مقابل النظر طيب سيد عماد هذه المتغيرات التي نتحدث عنها دوليا وجيوسيا ممكن أن تكون بصالح العراق ممكن لحكومة السودانية الاستفادة من هذه المتغيرات لجذب استثمارات مثل العراق أو تغيير اقتصاد العراق للأفضل وتوجه لعقد اتفاقات مثلا مع الصين إذا كانت الاتفاق هذه ضرورية وفيها فائدة لتنمية البلاد نعم حقيقة الولايات المتحدة تدرك جيدا أنه سياسة القطب الأوحد شرفت على الانتهاء بالعالم مع ظهور أقطاب أخرى في هذا يعني سأحقل نقول أقطاب اقتصادية أقطاب عسكرية اليوم روسيا تلعب دور كلش كبير بالعالم برغم الحرب الأوكرانية اليوم الصين والجمهورية الإسلامية يعني تثبت أنه هناك أقطاب جديدة من شأنها أن تنافس الولايات المتحدة في شتى المجالات سياسة الهيمنة على الدول والتفرد بقراراتها السياسية والاقتصادية ما أعتقد يعني راح تبقى فعالة ومجدية خصوصا في العراق أنا أعتقد أنه بالداخل العراقي الولايات المتحدة فقدت شيء كبير من أدواتها ولم تستطيع أن تحرك أدواتها كما كان في حكومة السيد عادل عبد البهدي ممكن جدا مثلما تفضل جنابك وتفضل جناب الدكتور أن تلعب الولايات المتحدة عن طريق دعوة العراق أن تلعب دور أساسي في بناء العراق عن طريق التنافس ممكن جدا فتح باب التنافس في إعمار العراق وهذا التنافس يكون بين هذه القوى الكبرى بالعالم روسيا صين الولايات المتحدة ممكن نشوف فتحالة تنافس جديدة من التنافس الاقتصادي في هذا البلد خصوصا وأن العراق مهيئ لكل لكل هذه السوق العالمية سواء كان سواء كان على مستوى الإعمار على مستوى النفط على مستوى الأموال كل هذه الأجواء مهيئة لكن يبقى العامل واللاعب العراقي وحنكة اللاعب العراقي ودعم القوى السياسية للحكومة المقبلة له التأثير الأكبر بأن يكون العراق سيدة نفسه بإمكانها أن يبني علاقات دولية متوازنة مع كل الأطراف مع الصين مع روسيا مع الولايات المتحدة طيب هذه المتغيرات التي تبدو إيجابية حتى اللحظة إلى أي درجة تخدم الحكومة العراقية الجديدة الحكومة السودانية بتنفيذ برنامجها خصوصا الخدمة بالضبط نحن نقول نقول أنه مثلا الصين لديها مشروع اقتصادي وسكني وعمراني كبير بالعراق إذا ما تجه السيد السوداني اتجاه الصين من أجل تفعيل هذا هذا المشروع سنشاهد يعني حقيقة ثورة عمرانية كبيرة مدارس على طرق على بنى تحتية كل ما وقع بالاتفاقية الصينية إذا نفذ منه 15% سنشاهد تغيير كبير على أرض الواقع ممكن جدا الحكومة العراقية أن تستثمر هذه الأجواء الدولية سواء كانت العلاقات مع الولايات المتحدة مع روسيا مع الصين من أجل النهوض بهذا الواقع الخدمي الذي ينتظره والمواطن منذ فترة طويلة جدا والمواطن العراقي حقيقة اليوم أصبح يعني يقتنع بحتى الأشياء البسيطة إذا بقالة شارعا بلط واستمرت عنده الكهرباء في 18 ساعة ممكن أكفت مقبولية هذا تجود تفاؤل لدى المواطن العراقي تفاؤل كبير لكنه الكرة الآن بملعب الحكومة العراقية بملعب السيد السوداني المكلف بتشكيل هذه الكابينة الوزارية ومدى نجاحه ومدى القوة السياسية بدعم هذا البرنامج الحكومي الشكر جزيل لكم السيد عماد المسافر الباحث في عشان السياسي كل تضيفا كريما علينا وشكر كذلك لكم رئيس مركز الغد الزهر للدراسات دكتور علي محيدين شكرا لكم والشكر جزيل لأيضا لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد يراق راوي كنت معنا وشرة عبر سكايب من دهوك والشكر جزيل لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر